محمد رحيم نواصل دروس النحو الموجهة تلميذ التاسع من تعليم الأساسي عنونا الدرس إذن هو الاستفهام عن عنصر من العناصر المكونات الجملة وتحديدا اسم الاستفهام المختارن بحرف الجهر منطلق من نص لمحمود تيمور يقول أم جنون أنا لا عقل لي ولا اتزانة ولما لا أستطيع أن أبلغ في هذا التساؤل فصل الخطاب وإلى ما أقف حيال نفسي قلقا حيرانا لا أقطع برأي وأنا طبيب مكين سبرت أغوار العللي واكتنهت أسرار الأدواء ولكن فيما جزعي وليست حالتي إلا صورة من طابع الحياة التي نحياها إنها حياة تضطرب فيها الخواطر وتضطرع الآراء فلا نرى الأحكام إلا أطيافا وأخيلة ولا نكاد نطمئن فيها إلى حقيقة واحدة على أن اضطراب الحياة واضطراعها أمر لا غربة فيه ولا شذوذة من أين للمجتمع أن يقرر تلك الحقيقة الواحدة المزعومة الموهمة هذا النص إذن لمحمود تيمور من مؤلفه كل عام وأنتم بخير اطلق إذن من هذا النص ومن هذه الجمل التي سنحللها أمجنون أنا؟ جملة إذن كما ترون استفهامية وهنا إذن وقع الاستفهام إذن والتساؤل عن فحو الجملة كلها من المجنون؟ السائل لا يعرف إذن من المجنون؟ لا يعرف أصلا إذن فالاستفهام كذلك عن مضمون الجملة كلها ثم الجملة الموالية ما سبب جون الرجل؟ ما سبب جنون الرجل؟ هنا التساؤل عن عنصر هو يعرف أن الرجل مجنون ولكنه لا يعرف السبب فهو إذن يتساءل عن عنصر من عناصر هذه الجملة لمجنون الرجل؟ إذن نفس المعنى أو نفس السؤال ولكن بسيغة أخرى هنا استعملنا حرف الجر إذن قبل اسم الاستفهام اللام لم ثم الجملة الموالية فيما جزعي كذلك استعملنا حرف الجر فيه إذن قبل اسم الاستفهام قبل اسم الاستفهام وهذا إذن هو يعني عنوان درسنا اسم الاستفهام المخترم بحرف الجر إذن سندرس هذا الأمر إذن انطلاقا من عدة جمل إذن الجمل أمامنا إذن هنا وهي بأي قلم كتبت العنوان إذن نجد حرف الجر الباء هنا الباء هنا ونجد إذن اسم الاستفهام أي والجواب هنا هو الذي سيساعدنا عن تبين جلالة إذن إن شدتم هذا الاستفهام هنا عندما نجيب نقول كتبت بالقلم الأزرق نلاحظ أن الفعل إذن تعدى للمفعول به بالباء بهذه الباء فإذا لا نقول كتبت القلم الأزرق نقول كتبت بالقلم الأزرقي إذن ألباء واسطة تمكننا من خلالها وبفضلها يعني من تعديد الفعل إلى إن شدتم مفعول به فهنا إذن دلالة الاستفهام هنا استفهام بحرف الجر عن المفعولية استفهام بحرف الجر عن المفعولية فيما سجن الرجل سجن الرجل في سارقة يعني بسبب سارقة فيما إذن هنا عندما نجيب نجد أن فيما هنا توافقوا إذن وتقابلوا إذن هنا نشدتم مع في سارقة فهنا استفهام عن السببية يعني سبب سجن الرجل في سارقة بأي بلد استقر المهاجرون استقر المهاجرون الجواب إذن دائما يساعدون استقر المهاجرون بفرنسا بفرنسا فهنا وقع الاستفهام بحرف الجر عن الظرفية يعني المكان مفعول فيه للمكان كما سنرى فيما بعد في أي فصل تكثر الزهور تكثر الزهور في فصل أرابية إذن في أي هنا تقابلها في فصل أرابية في الجواب فهنا الاستفهام إذن بحرف الجر عن الظرفية في إذن ينطلق السباق من أي ساحة ينطلق السباق إذن هنا من أي ساحة هنا تقابلها ساحة شهداء في الجواب إذن فينطلق السباق من ساحة أشودة وهنا إذن نشدتم الاستفهام بحرف الجر هنا دل على ابتداء الغاية ابتداء الغاية ابتداء الغاية هنا إذن إلى أين تهاجر الطيور تهاجر الطيور إلى الشمال الاستفهام عن انتهاء الغاية فبالإجابة دائما نستطيع أن نتبين دلالة الاستفهام سواء بحرف الجر أو بدون حرف الجر وكذلك وظيفته كما رأينا في الدروس السابقة نوصل إذن مع الجمل لنتبين إن شدتم دلالة الاستفهام بحرف الجر إذن هنا الجملة حتى ما أنهاك ولا تسمع عندما نجيب نقول حتى أقتنع برأيك فهنا استفهام عن انتهاء الغاية حتى ما مثل إلى متى أصلها إذن حتى متى لكن إذن يقع اختزالها بالقول حتى ما فهنا حتى ما حتى متى يعني حتى إذن هي حفجر حتى ما أو حتى متى إذن هنا تعني أو دلالة تدل على استفهامي عن انتهاء الغاية على أي حال تركت الرجل قال إذن تركته مريضا تركته مريضا فهنا الاستفهام بحرف الجرع عن الحالية الحالية إذن تركته مريضا مريضا هنا تقابل إذن على أي حال بأي طريقة تنعامل حيوان وعامله برفق برفق كذلك هنا تدل على الحالية برفق إذن حال وظيفتها من أي بلد أنت إذن أقول جواب أنا من تونس وهنا استفهام بحرف الجرع عن الخبري يعني نقول أنا من تونس وكما تلاحظون تونس إذن هنا تقابل من أي بلد إذن أنت إذن تقابلها أنا إذن طبعا أنا لا أقول أنت من تونس لأن السؤال موجه لي أقول أنا إذن مبتدأ ومن تونس 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 تونس